لك هاي صاير بالانستجرام بالفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الدنيا محروقة على هذا العميد اسمعي مادل شاوي يعني شوفوا المنشورات العالية والمقاطع العالية صاحبنا هنا على اساس شنو سالفتها سالفت انه يجيب بنات للمكتب ماتة يمارسوا اياهن الشغلات الغير حلوة والرذيلة وبعدين يصورهن ويبتزبين يعني السدد السوي المصيبة انه بتطلع تحدد البنات حقيقة هذا الشي كلش مصيبة يعني مو بس يشوه سمعة العراق يشوه سمعتنا بين الدول يعني حرفيا لان هذه الفكرة كل الدول العالم مواقع التواصل الاجتماعي راح تداول هذا الشي والبيجات والهاي يعني الله يساعد العالم على اللي داي يصير انه بس بنات العالم نصر راح اللي يبطلهن وليخاف عليهن بسبب هاي السمعة على اساس حدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي في تصريح صحفي قال ان الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية بهذا السياغ واول خطوات هي سحب يد الشخص المشار اليه بعد ذلك شرعت لجنة وزارية بالتحقيق مبينا ان هذه اللجنة لها اجراءات بالتثبيت والتحقيق وستعلن قرارها حال استكمال الاجراءات القانونية وبعد هذا القرار نزل هذا الكتاب اللي هو امر وزاري لمكتوب به استنادا الى احكام المادة 17 اولا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 91 المعدل تقرر سحب يد السيد دكتور عمال شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوبة تكنولوجيا المعلومات جامعة البصرة لحين اكمال اللجنة تحقيقات المشكلة بموجب الامر الوزاري ذو العدد 374 في 2023 و بما لا يتجاوز 60 يوما و هذا القرار حقيقة اتشار مواقع التأسل حرفيا صدقوني الموضوع اشتركوا في القناة